. المترجم للقناة 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 ايه? اه اه مش مهم ان احنا نلتزم بالحروف دي. المهم الفكرة في المحضرة ان احنا نمشي بالخطوات دي. مش لازم في الاخر الفانيها دي جنود. نكتب اه اس و اي و ايه. هما عادة زي ايه? يعني زي تريتير اه اه. ده الفكرة المحضرة ان احنا اله نتابعها اه سواء بقى كتبنا الحروف او الحروف ما كتبناهاش مش مش مشكلة. نوم احنا نمشي بالخطوات دي. يعني او رب في الاخر شكل الريبورد بيبقى شكل ازي في الاخر. بسيط ان احنا نقوم بالبراهد. The second step as I said we, the determination of of ventricular loop orientation. We have text 2, E4, uncertain. Third step the position in relation of the great business. It will be either solitas inversas, DL tranh position, DL mal position. We will discuss every step in details. The first step is determination of the visceral وهو أتريق سي basic. هم هناك تحية . سوليتس и أمبغوس . إنه موجودة لحد طبيباتسيسية ، يعني كل من يكون دراجًا مع أهودة من الأمبغوس . هم سوليتسيسية أو أمبغوس . انكون غير صوريق الفسطسيسية ، وهو جميلادوية هي عمليات نجاح اتغابة نسوك المشكلة وفور على الجزء على الأakسام إذا الشيطان من صراكو-سسرايش اخرى سنحن خيران إذا ارتب أم سراكو-سرايش اخرى سنحن نجاح في الاشتراكو-سرايش اخيران هذا العام به من المسخنة لدينا اشترافات يبديه ممتازين اسطلينيس syndrome وأوليسطلينيس syndrome اذا فعلت بالتصور سأصدقéchي على الكاردين السيطس الكاردين هو المختلفين عن الكاردين المثال الدين والمشكل مختلف عن الكاردين مختلف عن الساعة. Cardiac position means the global location of the heart to the chest cavity. يعني directed toward يعني the heart position in the chest. More toward right size we call this dextral position. In the midline means the position. Leave position the heart directed move to the left side. So this cardiac position describe, just describe the global location of the heart. Without any concentration of any chamber. Just the size location of the heart in the chest cavity. Cardiac orientation means the base to axis orientation. يعني بنرسم قط بين base to alex ونشوف the orientation that we have three types. Dextrocardia, mesocardia, levocardia. يبقى إزلا إحنا عندي Dextrocardia مش معناها Cytos universal. Dextrocardia ده orientation between base to apex. If it is directed to right side, dextrocardia. Medline mesocardia. Toward left side, this is levocardia. the first step that is the first step. We have to be able to 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 to the right side, or the left side. So we should differentiate between right and left side. Right atrium has the characteria. رائد اتريال ابنتج يجوالي اس ترابوزويد شاب يعني وائد ترابوزويد شاب هاس برود كونيكشن تو ذا شامبر اتسلف ات هاس كاركترستيك ميوكاردين ريج بوين اس بي سي ان اي بي سي ويقال اس كريستا ترميليلس زا موز كاركترستيك بوينت بقى اللي اسهل بوينت في التفريق ان احنا يجوالي ذا شامبر ويش ريسي اي بي سي اي بي سي اتري تشامبر ويش بي سي Shayb ie i vc ونسيد المقدسة جده زفير اتريال بتفريق بع Cyberpunk Map انك سامح الشوطينpunkt هي طبعاً لها اشكال مختلفة كولي فلاور وعاركي هنا. لكن هي بالباً بتكون نارو كونيكشن هاز انارو كونيكشن توزا شينبا. البالموني ربينز درينيج بتزنو الكاركترستي كوزالي فتاتي. ممكن بفيه يعني دي مش زي علامة للفتاتي. ممكن بفيه انارو كونيكشن توزا شينبا. فهو الكاركتيريا بتاع الفتاتي هي بتاعته بتبقى تيوب لارفينجر لايك هاز انارو كونيكشن توزا ريس احياناً كتير بقى فيه صعوبة ان احنا نفرق بين اللفت وراية تاتي ما فيه خطر في الاطفال يعني. فبنلجأ لحاجات تانية في الشيست وفي الامجل عشان نحدد الصيبس. اه الحاجات اللي في الشيست اللي مفروض نبص عليها نبص على حاجتين. البرونكو بالموناري اناتومي وزا ما قلت الاي بي سي. الاي بي سي اه البرونكو بالموناري اناتومي. وي هاف كريتيريا او زي shorts وي هاف الكريتيريا او زي ريgt رونكو's. اما الأيب منه The main left. The main left pronchutz. The left lung. Is hip arterial. A whinning. Below the left. And the left upper. Upper loop. Bronchus. Reuginate from ehh. More distal side. This is the left side. While the right main bronchus. هذه الملائكة الدولية ، يتم إشهار اليوم ، أعلى بالتماعيق أneathي , يا عبار كيفي ، أمي ام نظر أفضل كن ، فإن المال ، لدي التي هي إخوتيكي التفادي ، لحطة مدير جهاز والسقحي ، والسقحيق الطاليي ، هنا أراضب ، أتبع بسرطة لديكيات دولة ، سنع الطاقة ، اثناء ، رغفة الغبات ، وهي أتبع بلد معي ، أبدا ، أعتد ، رجب ، المخطط المبوضي ، هنا لديكيات ، لديكيات دولة ، بلديكيات دولة ... هنا الترونكس right hip arterial above the pulmonary artery it has early take-off of the upper root troncus as compared to the left side we have here the troncus is hip arterial below the artery and the upper root troncus take-off is more distant this is cytos inversus يعني الصورة تماما مطلوغة يعني نفس بس مطلوغة this is ambiguous because we have both sides are hip arterial, both sides are left both troncus are below the pulmonary artery طبعا الاسهل في تحديد cytos السهلة liver right stomach left and skin left the reverse is cytos inversus this is cytos solipus normal this is inversus spleen and stomach left liver right sorry inversus spleen and stomach right liver left this is the main feature but it is a wide spectrum of variations it has no fixed shape or fixed energy or fixed energy in the spleen in the spleen spleen you will have midline liver and malrotated gut here you have lung features of both lung are features of right lung here both lung has a feature of left lung both atria has features of the right atrium both atria has features of the left atria also characteristic characteristic for left or blue spleen syndrome is the azegas continuation of IVC it is a common association with left isendritic this is cytos bullies plenium this is ambiguous we have here multiple spleen rules and the river on the nearly midline this is bullies plenium syndrome this case is asplenium we have here absent spleen liver midline even here we have malrotated here spleen mesentric vein anteriorly spleen mesentric artery posteriorly and the pancreas truncated between them you know spleen mesentric vein should be medial and artery should be lateral this is the reverse this is cytos ambiguous asplenium asplenium so we finish the first step cytos this rule atrial cytos we have cytos sulcus normal inversus the inverse ambiguous two syndromes we have asplenia polystina the second step you should comment on the ventricular loop orientation according to the location of morphologic right and left ventricle we have three types d loop l loop uncertain d loop meaning right ventricle is on the right side left ventricle is on the left side this is the normal d loop left loop meaning the right ventricle left we will write in the report morphological right ventricle is located on the left side morphological left ventricle is located on the right side like this atomical ventricle different than the the actual location of the the right ventricle this is the amniological commenced we should know also the criteria of the right and left ventricle to differentiate the right ventricle the right ventricle is the modulator band it is a pedlar it is a trapecular structure passing the apex of the right ventricle between the septum and the free world this is the modulator band this is the modulator band this is characterized for the right ventricle also right ventricle has more coarse trapeculation than left ventricle we see here left ventricle and right ventricle trapeculation of the right ventricle more coarse and it has septum of the right ventricle it has bacillary muscle attached while the septum of the left ventricle has no bacillary muscle attached smooth no bacillary muscle attached to the septum only to the free world and as I said the most characteristic features is the modulator band for example this case this is a morphological right ventricle with the modulator band here morphological right ventricle is on the right side so this is D loop orientation D loop orientation of the ventricle here the right ventricle with the modulator band is seen on the left side so this is L loop orientation of the ventricle L loop orientation of the ventricle sometimes this differentiation sometimes difficult and this case also is L-loop orientation we see the right ventricle here with the motivator band is seen on the left side so reverse, so this is L-loop of the ventricles if you find any difficulty in this you can differentiate also by two rules which is L-loop rule and hand rule actually hand rule, this is the, for my, I myself, I didn't make this but it is written you use the criteria of multi-planar reformat of CT from axial images, you can, you can, you can, you can lift the cursor to get right RVOT from RVOT, you can get this view this view is the right ventricle with the inlet and outlet with the inlet and outlet, this is the outlet of the right ventricle and this is the inlet of the right ventricle you try to put your hand the thumb in the inlet and the other fingers in the outlet if you can make this by the right hand this is D-loop if you make this by the left hand this is L-loop هي يعني صعبة شوية مش بالجر من الغرور دي بس الاسهل منها L-loop rule the loop rule the loop rule the loop rule just you look for the pulmonary and aorta at the level of the vales at the level of the vales normally, aorta is posterior and to the right of the pulmonary this is the normal aorta is posterior and right to the right of the pulmonary at the level of the vales so this is the normal D-loop ventricular orientation in L-loop, you will find the aorta on the left side and pulmonary on the right side like this so aorta on the left and pulmonary on the right this is L-loop this helps you to differentiate the two types of ventricular loop if it is difficult to see the features of the right and the right and the right to the left so we finish now the two steps the citus of the heart and the ventricular loop the third step will be to describe the position and the relation of the aorta and the main pulmonary arch as we said we have six types ثلاثرس utt types transposition two types proud position what the difference between transposition and mall position transposition meaning the Aloore originate from the morphological , right ventricle and pulmonary originate from the mythological left ventricle this is transposition mall position meaning that those visits originate from the same ventricle or overriding يوجد القبيمه مسheureي بك. فسم�ото , و الو لغير الدولبة ARE اتتتاده في يظن الا بدقة و分 جرت يلغم سورف البص wounded uno ينظر فم Gottes من الخراجة مما hidden Eli الفن مليون أتتاده من المنطب الأفكار ، إذاً وليو أضم عند مضاء نحن اعتبر على l вкус부� rattling شوالي найد أن ¡سيدا صيادتي! عند انظر定 أعروف المGHدي Brusa أرواد إتنkesه تقاط نفس الشام Task أرواد إتراج وإتب آرواد الإثنان إذا أرواد إمتنك فالنصف شالد إثارات the right side, this is D transposition. If it is on the left side, side, it is L transposition. Okay? يبقى انا عندي لو اورطة anterior to the pulmonary, this is transposition. If it is on the right side, this is D transposition. D transposition يعني with D loop of the ventral. L transposition, اورطة anterior to the pulmonary, but to the left side. لو الاثنين at the same level nearly, this is malposition. If it is on the right, اورطة, this is D malposition. If it is to the left, this is L malposition. So this is like and the again is very important to determine the type and the relation between the great reserve. These three types, which on the right side, these three types are associated with D loop of the ventral. يعني right ventral on the right and left ventral on the left. These three types, these three types. These three types are associated with D loop of the ventral. يعني right and left ventral are reversed. مقلوبين. Right on the left and left ventral on the right. كلمة مقلوبين يعني اصلا انا م عنديش atrio ventricular disconcordance. يعني right atrium بيروح بيدي ليه left ventral and left atrium بيروح لل right ventral. انا عندي atrium ventral disconcordance. strong potence. انا عنديありがとうございました. عايزة بس هاولي انهمة الفرق من الترانسمسيشن من الترانسمسيشن بالتيبس Olive Transposition الفروق systems in this type, but this usually presented in adult age and can can live for longer time without problem but this type usually it will have cyanotic way less than the early surgeon this type both types need surgery but this needs surgery more more earlier transposition we call this corrected transposition because we have atrial ventricular discontent and ventricular arterial discontent يعني الاتريام والفنتريكل مش مع بعض وتصححق بان ال ventricle والأرثرس برضو مش مع بعض يعني البرمونار يطالع من الright اتريا من الright ventricle من البرموناري arreysalum left ventricle and outer arreysalum right ventricle بس في الاساس انا عندي atrial ventricle also discontent بحنا نسميه corrected لكن دي ترانسفوزيشن ده فيه problem ده عندي يفيز atrial ventricular atrial ventricle connection concordent مشين مع بعض يعني right atrial مع right ventricle بس جيف المستوى ال ventricle arterial وألم البرموناري arise from the left ventricle والأورطة arise from right ventricle so this is the problem here here we get early cyanosis معايا بقى حالات آآ نعرض بس عشان نتتبع آآ الخباط بتاعتنا التلاتة الاساسين اللي قلناهم آآ حالة زي اول حاجة هنوصفها الصيتس بالنسبة للصيتس بتاع الوقت طيب هنا صيتس ايه صيتس صيتس ليه لين عادي liver right spleen left حتى left atrial appendage هنا متشاور عليه هنا left atrium toward the left side طيب بنسبة للventricle where is the right ventricle the second step we have here ureter band this is the right ventricle where is the right ventricle is the left so this is L loop second step L loop of the ventricle third step the great visor this is the pulmonary and the aorta عندي الاورطة هنا anterior and to the left to the pulmonary anterior meaning transposition to the left meaning L L transposition so the final conclusion you will say incitus solitus L loop ventricle orientation and L transposition of the great visors about connection we have atrial ventricle discordance لان عندي atrium وعندي ventricle L يعني معكسين فيبقى عندي atrial ventricle discordance وعندي ventricle arterial لان في transposition يبقى ventricle arterial disk discordance برضو يبقى ده انهي طيب ده transposition طيب L هيكون الدايجمونزيس كده صيتس مش لازم نلتزم زي ما قلت بالحروف يعني انا بقت بتقارير بس يعني عشان هو صيتس سوريتس ثاني خاطوة ساكن ستل L loop ventricle orientation about the great visor with atrial ventricle discordance and ventricle arterial discordance with dixtrocardia just orientation with the additional waves المترجم للقناة and ventricle are in usual location يعني we have here the right ventricle and this is the left ventricle so this is D root of the ventricle cytos solitus D root of the ventricle for the grave vessels we have the aorta and T root aorta and T root so this is transposition toward right side this is D transposition D transposition هنا صورة تانية بتوضح من aorta arise from right ventricle arise from left ventricle so this is transposition which type? D type D transposition that type المشكلة ان هي بقى عندي atrio ventricle and ventricle normal cytos so this is atrio ventricle cordones ventricle arterial is cordones so this is so this is the final diagnosis D transposition of the grave vessels with atrio ventricle cordones and ventricle arterial this cordones so this is the final diagnosis D transposition of the grave vessels Okay let me say that's okay very nice please glutines an ただ nossa we have two we have طيب وقيب أورطة تستغطل تستغطل يعني نعم انا كتبقى الصورة عشان مواقع يعني هنا انا عندي اسطايتس الصورة دي ليفر رايت وسطين لفت صايتس صايتس حتى إيفن كرونكاست نور صايتس صايتس بالنسبة لفنتركن بالنسبة لفتورة وصدحل لفتورة هذه المجموعة التي يظهر ليس لعليم الانتراني هنا بسد وعضل عضل في السرطاني يمكنك انيقضي لعليم الانتراني أو لعليم الانتراني ملوظة سيطس دوانتراني الملوسة والمالي ضم ومالي بسارة with atrio-ventricular concordance عندي SOD with atrio-ventricular concordance and the double outlet right ventricle هنا بالنسبة للسيتس Cytosolibus بس عندي بالنسبة للventricle عندي single ventricle one ventricle which ventricle which I see here this is the left ventricle so we have absent right ventricle we don't have absent we don't have right atrio-ventricular connection we have absent even we have atrophic pulmonary this is the pulmonary atrophic unusual location anterior to the orta but atrophic right ventricle and pulmonary RVUT are nearly moving atrophic so the diagnosis will be Cytos solitus do you know why? because the left ventricle which is present here is on the left side with absent right atrio-ventricular connection and with ventricle arterial concordance and with ventricle arterial concordance ما فيش ترانسوزيشن ماش حاجة موال الأورطة اقال عم السينجي المنتر ده شكل الريبورت النهائي مش لازم بكتل مش بكتل الحروف بكتل طايتل بسو أتريال سايتس وبكلم تيها in detail Cardiac position ventricle loop orientation great vizens concordance IVC and venous range pulmonary veins and conclusion you will write everything in the conclusion Cytos and Igles LNV ventricle orientation Cytos and inverses of the great vizel writes about the cushes membrane branches this is example very good VDA atrio-ventricular and ventricle arterial concordance so no i so so i the 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة